قلت كلمة شديتين قلت لي مش تصريحات شنو تقصد نقصد مشكلة هو للناس كل أنا مشكلة على قيص هاو شو نقول لك من الأخير خاطر رجعنا توا حاليا انتي معقول توا في بعض مباريات تسمع الجمهور تاعنا والجمهور تاع فني فني إنا بابا أبرلي ديو بيبليك إنا بابا ديسكوتي ديو بيبليك انتي قد ما صرحت تسمعني انتي كلا البيبليك إلي لا بور سوتنير مي أنا ما نستجده قلت التاجربة على مستوى الدولي مش تصريحات فشنو تقصد بالضبط نقصد اللي حاليا نصرحه كثير بعد المباريات في أو قبل نعطيه برامج تحذيرات وغيره حول ساة نفعل وساة نعمل وان نقصد لفوت أو نيفو لا لا يفهم حاليا nem 뭔 مستعده لك مدرس انا بمساعدت ان تستعمل مع مجد الدعوية في الحال أرياضي لا لا لن بأريد انتوا بالدن بأني شحب نحب نوضحها لنقطة هذه ساعة عندما يصبح كل اللي فعل ما فيك ويرحم أوليك مجد يستعمل لحد مهم كنت واحد من الناس اللي ساهموا في اختياراته كنت واحد من الناس اللي ساهموا في اختياراته كي يأتي للكيب نايسونال معانا في الكوب د أفريك 2008 في غانا اوكي الهدف المشهول تعوك امتا ذكر شمليح لقد قمت بسيطة أحد أشخاص الذين قمت بسيطة بالطبع الأول الذي يجب أن يرغب أن يقتلنا و الذي يكون معنا ثانياً مجدي نحترمه والد نعتبر واحد من اللاعبين تعيد سوف نعمل في الترجل إن شاء الله نتمنى له النجاح لكن نهارتها التدخل وكان ليس في موقعه لأنه تدخل بطريقة خاطئة ونعطيك شيئاً أخرى بعد الإميسيون جاء وطلب الاعتذار وقبلت الاعتذار تفضلت لحكايا تفضلت وقتاً مباشرةً بعد الحصة تلب الاعتذار وقال لي رأو ما كنتش نقصد لكن أنا حاب نوضح لك حاجة اللي كون ومرة أخرى لو تعود تسمع التدخل تهاي كان أكثر علمي لأنني حكيت على تراجكتوار دون جنب اللي هي انت حمد النقاز إن فاكالي دون فاكالوجنبي باقتي اللي إن تراجكتوار اللي بخي ديفيني توبو بلو لبوجي فكالي اشتحت ساقه على فاخر الدين بن يوسف بعد ما مس الكورة وقلت أنا نت نتكلم على سليم جديد وقت قطرة ومش ضربة جازاء فمكان من حير وقال قال لا يفو فيفر ستاك أكسيون بور لا كونتر نحب نقول لك اللي أنا وقلت هلك في بداية للميسيون سيزي 20 مون لاج لزي بيكو بندن نافان وطنك جوار صحيح في جمعية عريقة ونفتا خربها وضربتها جيال ومرو بها مدربين توقي نقول لك منظر كبير اللي هو الناخب الوطني أول مبدان ما صارت وبدأ في جربة إذن فكورنا غادي وعشنا جمعية كبيرة وطحين الناس الكل يسمعون في جربة أكيد